فريقه وقال برقات ان هو تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الالتزام والانضباط في المعسكر ولازم الكل يعرف قيمة تشيرت منتخب مصر وان يكون الانتماء لمصر اهم من اي شيء اخر مدير المنتخب قال انه تحدث مع محمد صلاح عقب اصابته الاخيرة واكد له صلاح ان الاصابة بسيطة وسيعود بعد اسبوع ولن تصل مدة غيابه الى شهر كما تردت مدير المنتخب قال كمان محمد برقات ان عمر السلية الاصابة بتاعته للأسف منعته من التواجد مع المنتخب في الفترة الحالية لكن السلية حضر لمعسكر المنتخب وخضع للفحص الطبي والجهاز الطبي شاف الاشاعة الخاصة بعمر السلية وتأكد عدم استعداده ولحاقه بودية بتسوانة اخر خبر معايا ومتعلق به قرارات لجنة المسابقات باتحاد قرة القدم لجنة المسابقات يمكن فيه جزئية مهمة بس عايزين نأكد عليها وده بشكل عام دون تطرق لأسماء او تفاصيل لكن احنا بنتكلم للمصلحة العامة محتاجين الفترة الجاية الناس تتطلع وتشوف اللوايح الجديدة للموسم الجديد سواء لويح المسابقات او حتى لويح الانضباط لجنة المسابقات بعد الاسبوع الثاني ما اتخذتش قرارات او عقوبات الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث بدأ وانتهى وما اخذتش اي قرارات في الاسبوع الثالث النهاردة الاتحاد او لجنة الانضباط بما انها هي المنوطة او لجنة المسابقات اه يعني هي لجنة الانضباط هي اللي خدت القرارات لكن اللي اعلنت لجنة المسابقات اللجنة المسابقات اعلنت طرق لجنة الانضباط النهاردة الاسبوعين مع بعض الشيء اللفت للنظر في القرارات ان في بعض الشخصيات الرياضية او سواء لعب او مدرب بعد المباراة بالنسبة لنادي المدرب خد قرار اداري انذار او الكتب في تأريفت حول لجنة الانضباط لعب خد انظار بعد نهاية المباراة أكيد لتصرف ممكن الحكم شايفه أنه هو بعيداً على الأمور الرياضية لأنه أثناء المباراة لعبة خشنة اعتراض بتبقى واضحة أثناء المباراة اللعبة لكن بعد المباراة بيبقى السلوك هنا بتوصف في التقرير بيبقى السلوك الحكم شايف أنه لا فيه تخطي لروح الرياضية فبدي على أساسها القرار لكن القرار هنا وده دور الحكم قبل ما اتكلم على تقرير المرائب أو تقرير الحكم أو أتكلم حتى على تقرير لجنة الانضباط في اتخاذ القرار لا الأساس هنا في الحكم لازم معيار العدالة يبقى واحد ولازم المسترة تبقى واحدة على كل ما فيش فرق بين كبير وصغير اللي أقطع بيتعاقب أي حد بعد المباراة بيتخذ أي قرار أو بيعمل أي موقف والحكم بياخد ضده قرار جرى العرف أنه بيبقى فيها العقوبة أكتر من مباراةين لأنه دايما الحكم بيكتبه في التقارير بيبقى سلوك غير رياضي لكن في حالة مباراة الزمالك والمضايا في الدوري الأخير اللي كانت في الأسبوع اللي تاني الحكم محمد عادل إدى انزار ثاني انزار ثاني تبقى للقرار الإداري إقاف مباراة واحدة فبالتالي أنت هنا بتصعب المأمورية على اللجنة اللي بتناشي التقارير أنه ممكن يكون القرار عكس القرار الإداري فعشان تبقى المسترة واحدة زي ما فيه قرار اتاخد على مدرب زي نادي الإسماعيل مسعفان الصغير وتحول لجنة انضباط نتيجة تصرفه بعد نهاية المباراة فالمسترة تبقى واحدة على كل على النادي الأهل وعلى نادي الزمالك وعلى الإسماعيل وعلى المأولين وعلى المقص على كل أندية لأنه نحن لسه نبدأ المسابقة والمسابقة لما بتبدأ لازم تكون لها تكون على مزورة أو مسترة واحدة القرارات تتنفذ على كل بشكل واحد وما فيهش اختلاف أو ما فيهش فرق بين حد وحد ده مهم جدا في البداية اللي هام من كده كمان وإنت بتاخد قرارات مهم جدا القرارات اللي بتاخدها كل إسبوع بإسبوع يعني النهاردة مثلا صدرت قرارات الإسبوع الثاني والثالث طيب فيه لعيبة أو فيه ناسة عقبت على مواقف حصلت في الإسبوع الثاني طيب الإسبوع الثالث تلعب طيب لو كانت لعبت وما كانت شاتبغلت بتبلغت بالقرارات كان إيه المواقف طيب هي غابت لظرفهم ما والمفروض القرار النهاردة طالما طلعها يتنفذ عليها في الإسبوع اللي جاي واللوه خلاص يتنفذ بأثر فوري أو بأثر راجعي في الإسبوع الماضي فيه أمور لائحية أو أمور قرنية محتاجة تبقى فيها توضيح أو على الأقل اللجنة المنوطة باتخاذ القرار تاخد القرار في وقتها حتى لو الوقت داي يعني حتى لو الإسبوع الثاني بتلعب جمعة سبت حد والإسبوع الثالث ضروري عشان تاخد قرارات الإسبوع الثاني ليه مهم ده عشان أنت لما بتاخد قرار بعد الإسبوع الثالث هنا القرار هيتنفذ بأثر راجعي ولا بأثر فوري ما ده جزئية مهمة جدا برضو يا جماعة في القانون عشاني بعارفين أنا دلوقتي تطلع القرار بعد الإسبوع الثاني خلاص مش حالق بالإسبوع الثالث طب أنا الإسبوع الثاني خلصته والمفروض فيه قرارات هتطلع بس الإسبوع الثالث بدأ وتلعب تعالي أنا اتبلغت طب عارت بلغت بشكل شافوي ولا طلع لقرار رسمي طب لو اتبلغت بشكل شافوي طب ما هقلت طلع لقرار رسمي طب طلعت القرار رسمي بس بعد الأسبوع الثالث طب هنا القرار يبقى بأسر فوري ولا بأسر راجعي فيه أمور فيها مليون علامة استفهام أيضاً كمان الجزاء اللي بأكد عليها تاني المزورة والمصطرة لازم تبقى واحدة على كل لأن درع العرف في كل مباريات الدور العام وفي قرارات سابقة ولو فتحنا الأرشيف وغيرنا مباراة كتير سابقة أي قرار بيتاخد بعد نهاية المباراة ألف بيء الحكم في تقاريره بيكتبه سلوغ غير رياضي أو بيوصفه بالشكل اللي هو شافه بالزبط وسبق كتير قوي حتى للحاج عامر حسين أوقتها لما كان موجود في لجنة المسابقات كان بيقول أنا كلجنة المسابقات كنت مواجهة صعوبات كتير في تنفيذ بعض القرارات أو الأمور المتعلقة بالعقوبات واللوايع نتيجة تقارير حكام ساعة ما بتبقاش واضحة فموقف زي ده أنا بدي إنذار تاني فبالتالي القرار الإداري لإنذار التاني والطرد مباراة واحدة لكن الموقف ووصفه بعد نهاية المباراة بالليحة ممكن يكون أكتر من كده مرتين ثلاثة كمان بلاص ده كمان في عقوبات ما لا بتتوقع الأندية يعني منذ مباراة السوبر أو حتى دلوقتي في مباراة الأسبوع الأول والثاني والثالث تبقى لقرارات لجنة الانضباط اللي اتعلانها لجنة المسابقات هل في لايحة بالقرارات دي أو بالأرقام المالية دي يعني مثلا فريق أهل وأسوان اتأخره في النزوله شهر تاني خمسين ألف جنيه إيه هلأ كأعلام حتى بنحاول ندور نشوف اللايحة عشان نورى اللايحة نشوف القرارات نشوف الموقف دي عشان حتى نشرحها للناس لأن بزء مهم جدا إنك في بداية المسم تشرح للناس وكمان الأندية تبع عارفة إيه الجديد في التحكيم تعديلات التحكيم إيه أكبرها القوانين الجديدة التعديلات في لوايح المسابقات لجنة الانضباط كل الأمور دي مهمة جدا ويحل بداية المسم الإعلام دوره نشرح عشان لما تحصل تبقى الناس عارفة بشكل مسبق إيه القرارات اللي اتخذت فمن ضمن هذه القرارات يعني أنا بشوف في الأرقام المالية الكبيرة فيه عشر تلاف جنيه وفيه خمسين ألف جنيه وفيه أرقام حتى في مباراة السوبر كانت كبيرة جدا بس هل في لائحة موجودة بالأرقام دي برضو ده بالنسبة لنا شيء مش واضح بشكل كبير بشكل عام إحنا يهمنا اللي إحنا الرسالة اللي عايزين نوصلها وإحنا بنبدأ موسم القرار ينفس على الكل كبير صغير لاعب مدرب إداري المزورة والمصطرة هتبقى واحدة محدش هيقدر يعترض والقرارات الإدارية اللي بتتاخد في المباراة ضروري جدا ضروري جدا إن هي تكون ماشية بنفس القياس بتاع الليحة والقانون عشان لو ده اختلف عن ده هتبقى هنا فيه مشكلة ما ينفعش يبقى موقف للاعب عمل سلوك بعد مباراة السلوك ده ممكن أو القرار ده بعد نهاية المباراة بيستوجب إيقافه أربع مباراة لكن الإنذار التاني بيستوجب إيقافه مباراة واحدة فهنا هنخلق مشكلة بدون أي مشكلة أو بدون أي لازمة فبتالي الموسم لسه طويل وإحنا لسه بنبدأ الموسم فالتركات الصغيرة دي مهم جدا نتكلم فيها عشان بعد كده يبقى على الكل حصل في الأهل حصل في الزمالك حصل في أي نادي في الأندية التمنتاشر اللي بتلعف الدوري يبقى عارفين من البداية أي حد بعد نهاية المباراة بيعمل كذا بوقفه كذا والحكام عليها دور كبير جدا في تطبيق القانون والليحة لأن الحكم عارف الحكم عارف لو إدى قرط أحمر مباشر بوصف لطريقة معينة عارف العقوبة التبقية ولو عارف ندى انذار تاني بيبقى القرار العقوبية دي جوزئية مهمة جدا وإحنا بنتكلم فيه قرارات اللي صدرت النهاردة من لجنة المسابقات والانضباط والتوقيت مهم جدا لإعلان هذه القرارات عاقب كل إسبوع عشان تبقى فيه شفافية ووضوح في المسابقة وإحنا لسه بنبدأ في البداية دي كان فقرة الأخبار وفقرة الإنتر وأخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الكابتن عبدالله فاروق نجم النادي الأهلي ومدرب الأهلي موليد 2004 في ضيافة برنامج الأهلي الليل